السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم أسئلة مراجعة الوحدة الرابعة من كتابة الإنجليزي للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول وهذه الأسئلة هي من عمل الأستاذ أسماء المجلاد جزاه الله كل خير وابلما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل إلي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بأسئلة الوحدة الرابعة السؤال الأول علينا أن نختار الإجابة الصحيحة كم هي كمية الحليب التي نحتاجها لصنع الكعكة هنا لماذا اخترنا much ولم نختر many لأن milk هنا اسم غير معدود نعرف أنه غير معدود بعدم إضافة S الجمع في الكلمة ودائما الاسم الغير معدود نسأل به به how much أما how many فنسأل به عن الأسماء المعدودة والتي تضاف إليها S الجمع نحن ليس لدينا أي شيء للغداء لماذا اخترنا هنا anything لأن any دائما تأتي مع الجملة المنفية وsomething تأتي في الجملة المثبتة أما nothing هي نفسها تدل على نفي فلا تأتي نفي مع نفي في نفس الجملة number three you need to drink a little lemon juice أنت تحتاج أن تشرب القليل من عصير الليمون هنا لماذا اخترنا little ولم نختر few أو many لأن few و many تأتي مع الأسماء المعدودة أما little فتأتي مع الاسم الغير معدود وهنا عصير الليمون هو غير معدود لذا فيأتي معه little وليس few number four I went home early أنا عدت إلى المنزل باكرا لماذا؟ because I was tired لأنني كنت متعبة إذن هنا اخترنا because لأنها تدل على السبب تعطينا السبب وتعني لأن هنا اختيارنا لso أو because يعتمد على فهم الجملة number five she is old enough to take care of herself now هي كبيرة بشكل كافي كي تهتم بنفسها الآن هنا لماذا اخترنا herself؟ لأننا نتحدث عنها هي وجاء ضمير الفاعل هنا she إذن الضمير المناسب لshe هو her self أما myself نستخدمه إذا كنا نتحدث عن أنفسنا نقول I وyourself إن كنا نتحدث عنك أنت ونقول you إذن هنا اخترنا her self لوجود ضمير الفاعل she ننتقل إلى السؤال الثاني do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوب الأول correct أي صحح علينا أن نصحح الكلمات الموضوع تحتها خط علي أضاع مفاتيح سيارته لذا هو أخذ تاكسي إذن لا نقول because إنما so هنا يوجد معلومة ذكرت لكم أن استخدام because أو so يعتمد على فهم الجملة لكن هناك معلومة بسيطة يمكن أن تساعدكم في اختيار إما because أو so إذا لم تفهم الجملة وهي أن قبل so دائما تأتي كما أي إذا جاءت في الجملة كما اختاروا دائما so إذا لم تأتي كما فإن الاختيار الصحيح سيكون because هذا في حال إن لم تفهموا معنى الجملة أنا سوف أخذ لنفسها كوبا من القهوة طبعا خاطئ هنا أتحدث عن نفسي أنا إذن أنا سوف أخذ لنفسي كوبا من القهوة إذن I will get myself a cup of coffee وليس Herself قلنا Herself تأتي عندما يكون ضمير الفاعل She وليس I C She doesn't drink many water each day هي لا تشرب الكثير من الماء كل يوم طبعا لا تأتي many more water لأن الماء هو اسم غير معدود وقلنا أن الاسم غير معدود يأتي معه much وليس many ونعرف أنه اسم غير معدود بعدم ظهور S الجمع في الاسم أما many فقلت أنه يأتي دائما مع الاسم المعدود المضاف إليه S الجمع فقرأ D The refrigerator is empty الثلاجة فارغة There is nothing to eat in here لا يوجد هناك أي شيء nothing هنا تدل على النفي قلت لكم أن anything دائما تأتي مع النفي في الجملة المنفية هنا لا يوجد نفي نريد أن نقول أنه لا يوجد أي شيء لأكله هنا ننتقل إلى المطلوب الثاني use how much يريدنا أن نستخدم صيغة السؤال how much وتعني كم هي الكمية ولدينا الكلمات you add و salt إذن سنقول how much salt do you add إذن سنسأل how much salt do you add بعد how much دائما يأتي الاسم الغير معدود وهنا الاسم الغير معدود هو salt ويعني الملح لا يوجد به S الجمع إذن هو غير معدود بعدها سنضف do لأننا استخدمنا ضمير الفاعل you إذا كان ضمير الفاعل هي أو شيء وإدفع فسنستخدم does وبعدها نكتب الفعل وquestion mark number three المطلوب how many علينا أن نسأل بكم هي الكمية ولكن للأسماء المعدودة لدينا you وneed وx إذن هنا الx هو الاسم المعدود سنقول how many eggs do you need كم هي كمية البيض التي تحتاجها أيضا سنضع علامة الاستفهام المطلوب الرابع هو use so علينا أن نستخدم so والتي تعني لذا سنربط ما بين هاتين الجملتين باستخدام so she watches cooking shows on tv هي تشاهد برنامج للطبخ على التلفاز she can learn new recipes إذن هي لا يمكنها أن تتعلم وصفات جديدة سنقول she watches cooking shows on tv ولا ننسى الكومة يعني ذكرت لكم أن دائما so تأتي قبلها كومة so she can learn new recipes لم نغير أي شيء في الجملتان إنما فقط أضفنا كومة وبعدها so ننتقل إلى السؤال التالي write the correct word for each picture علينا أن نكتب الكلمة الصحيحة لكل صورة الكلمة الأولى هي shrimp ويعني الروبيان إذن سنكتب كلمة shrimp هنا كلمة الثانية yogurt وهو الزبادي أو لبن الزبادي لبن الزبادي هو هذا سنكتب yogurt هنا كلمة الثالثة pineapple وهو الأنناس هذه صورة الأنناس سنكتب pineapple هنا الكلمة التالية هي cereal وتعني cornflakes سنكتب cereal هنا أو الحبوب الكلمة التالية cheese وهي الجبن هذه صورة الجبن سنكتب cheese هنا السؤال الذي يليه find the odd words علينا أن نجد الكلمة الشاذة التي لا تنتمي للمجموعة نمبر ون لدينا سامون ويعني السالمون وكراب وهو السلطعون ولدينا تاكسي سيارة التاكسي إذن كلاهما من الحيوانات البحرية ما عدا تاكسي لا ينتمي للمجموعة نمبر تو لدينا car سيارة carrot جزر onion بصل كلاهما من الخضروات car لا تنتمي للمجموعة نمبر ثري لدينا beef لحم البيف spoon ملعقة what chicken لحم الدجاج كلاهما من اللحوم أما spoon لا تنتمي للمجموعة نمبر فور لدينا mango المانجا papaya أيضا فاكهة papaya ولدينا pin قلم لا ينتمي للمجموعة السؤال الأخير choose the correct letter علينا أن نختار الحرف الصحيح الذي ينقص الكلمة نمبر one tomatoes tomatoes تعني الطماطم كلمة tomatoes ينقصها حرف tea are grown in the middle east تزرع في الشرق الأوسط نمبر two the main ingredients of guacamole is avocado avocado إذن المكون الرئيسي لأكلة el guacamole هي الأفوغادو guacamole هنا هو سلطة الأفوغادو إذن مكونها الرئيسي هو avocado وكلمة avocado ينقصها حرف el v والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا